مرحبا اليوم نريد أن أخبركم عن اغتصاب السلطة أو سلطة الاقتصاب يعني تمرو عشغلات تفكروها صغيرة لكنها إلى دلالة كبيرة يعني تعادل ما يجري في غزة غزة صراع صراع قديم جديد بين دول وشعوب نحن عندنا بسوريا المشكلة هي صراع صراع سلطة يعني أنت اليوم قام الشعب السوري على سلطة لأنه فاسدة لأنه يسرع النفط ويسرع ويشبه على العالم الآخري قامت السورة عليه والذي راحوا لعنده مشايخ درعة طلبوا بولادهم المعتقرين حكى كلمة مهينة لذلك أنتو نسوهن جيبوا غيرهم وإذا أنتو مؤادرانين تخلوا نسوانكم جيبوا غيرهم بعثونا ياهون فأهانون قامت السورة ليش؟ لأنه نحن عنا ثلاث سلطات السلطة الأولى هي سلطة العرف السلطة الثانية هي سلطة الدين اللي كتير متوافقة معها السلطة الثالثة هي سلطة القانون اللي عم نتصرع عليها أنه العرف والدين سابتين يعني لكن إجت سلطة القانون لغت العرف والدين هاي المشكلة الأساسية اللي عانينا منها ونعاني منها إلى اليوم بارح يعني وصلنا خبر عن اقتصاب قام به اثنين عناصر شرطة عسكرية بمناطق الاحتلال التركي يعني مناطق اللي فات عليها الجيش التركي معمور تزيقته السوربيين اللي يفترض انه هن ثورة قامت على الظلم وعالتشبيح وعالفساد والفزاب الآخذي ايه؟ فاغتصبوا فتاة عمر 12 سنة يعني بالقانون هي طفلة ومحا اخوه ما وفروا طبعا عمره 8 سنة اعتدوا عليه جنسيا ايضا لكن يعني فاحشية المهم 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 و المهم 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 ايه؟ طبعا المهم 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 هاي شغلتك تعرف وين ما كل يوم عمو تصير يعني مبارح شو صار هاي شغلة جديدة هاي دي كل يوم واحد عمو ينصر بالشرطة العسكرية اخذ مرأة بده يغتصب بنته قدامه ما خلته البنت ضربه عسب السيارة هربت البنت انكشفت القصة اما قالوا نحنا فاصلينه طيب وهي دي المرأة تبعت الغاصبين لبيتها كمان نبارح حطينا لكم حطينا لكم الصورة الجنازي تبعتها بده تفوت على البيت بده تفوت على البيت ولو ميتة يا حرام هاي شكرا لكم ولوما يتي أموصيتهم أماني ما بتدفنوني لتفوتوني على البيت قدموا محروق قلبها مش لوم بيجي واحد بياخد لبيتها بقوة السلطة التركية هاي المشكلة الأساسية انه 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 انت عم تستخدم سلطك السلطة لارتكاب ما تعارف عليه البشر شرعا ودينا وقانونا انه حرام شو قال لهم رسول عليه الصلاة والسلام قال لهم كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه ألا هل بلغت اللهم شهد طبعا اخوان المسلمين مدخلهم بالدين ما المعلاقة لانه وقت اللي قال لهم ماله ودمه وعرضه هون عم يعتدي عرضه عم يعتدي على عرضه مني مدخلهم ليش لانه اني عم ينصروا اردوغان الذي ينصر الغزة عرفتوا شو مع انه يعني اردوغان هو المسؤول الاول والاخير عما يجري في مناطق احتلال جيش الجيش التركي اجا الجيش التركي احتل عمل الفصائل المرتزقة عمل سلطات تشبيح وسرق ونهب بحكي نالكو عزيتون وعزيتو على الحواجز هل عم يلومه من الحواجز الرسم قال شو هذا؟ هذا رسم تبرع لغزي هو تبرع لمن؟ هو تبرع بيأخدوه هنه تبع الحواجز بيسرقوه اذا ما سرقوه تبع الحواجز بيعطوه للمخابرات التركية المخابرات التركية بتقسموه هنه وهنية يعني يعني بلال وهنية بيعطوه مع بعضهم بتقسم مساعدات ما بيوصل شيء فهذا وسيلة تشبيح الجديدة يستعملوها كمان ايه فالمشكلة مش بس انه انه اغتصبها وانه مارس عليها السلطة وانه قمع الناس ومنعها ومنعها انها يعني منعها انها تشتكي ومنه انه القاضي ما بسترجي يحقق ولاحده بسترجي يفتح قضية ولاحده بيسترجي حتى ابوه ما بنسترجي نحتي مين وكيف وشلون لقى بيطلوه بيطلوه فكمان كمان بيخطفوه على السجن وبيخطوه بالسجن وبيخفوه ممنوع حدا يشوفه يعني يعني ارهاب ارهاب رسمي ارهاب بقصد السرقة والاغتصاب سرقة ممتلكات سرقة ارزاق ازلال عرفتو شو طيب وين هنهي العشيرة تبعتو وين هنهي العشيرة تبعتو وينهي شيخ العشيرة تبعتو وينهي اهل درعب زمانهم منشان كلمة عملوا ثورة مواك انت وين هك اكيد بيعرفو ان احنا سبغ قبل بمرة قبل بمرة ان واحده مطلوب جوزة خبته لجوزة طلبه مرته راحت لعند شيخ العشيرة شيخ العشيرة سلمها شو عملوا فيها الشرطة عسكرية عم يتصلوا ببعضهم يعني واحد هون واحد هون عم يتصل بمعلمه قال له صارت عندي هايدي قال له اذا حلوة بعتلي اياها عم يحكوا قدامها وشيخ العشيرة سمعان ديوس ديوس عرفتو شو يعني صار اذا كان نحنا اذا كان نحنا تحولنا لجماعة تدييس يعني الشيخ التدييس فروحنا العرف والنخوة وروحنا الدين غير المخدرات غير التعذيب بالسجون والخطف والافساد في الارض غير قطع الطرقات كل هايدي صفات السلطات القائمة حاليا تحت اسم شو تحت اسم الثورة الثورة والجيش الوطني والمتحررة من شو من النظام النظام المجرم بتقولوا انه حوادث فرد بتصير كل بلد فيها فيها مجرمين كل واحد ممكن يكون مجرم بس ليش ما بيعمل إجراء لانه في عرف ولانه في دين ولانه في سلطة وتجد السلطة السياسية بتعطل العرف والدين وبتعطل الأخلاق وبتعطل القانون شو معناتها شو معناتها رجعنا لما قبل الوحشية للسبب سلطة الاقتلاف وسلطة الحكومة المؤقتة اللي هن تديس على السورة يعني مغارب على هذه البحرة اللي عم يديس على السورة السورية وعلى دماء مليون إنسان مليون ونص إنسان اللي عم يشتغل تديس على وطنه وما يشتغل تديس على بنت صغيرة بلا عادية يعني ولا عبد الرحمن مصطفى ولا الاخرية فهي المشكلة هاي السلطات سلطات التديس السوركية الإخوانية التركية الاقتلاف الاخرية هاي السلطات هي عملت هاي السفة الحقيقية وهيدي يجب إسقاطها قبل إسقاط سلطة نظامها سلطة نظام سلطة تشبيح تشبيح مصاري وسلطة يعني كان يحبسه إذا واحد حكى كلمة عليه إذا كذلك مو إذا اقتصبت بنته وراح بده يشتكي بيحبسه وبيعدمه عرفتوك يعني كأني تكون قارنوا بين سلطة تشبيح الأسدي وسلطة تشبيح السوركي تلاقوا سلطة تشبيح السوركي أخطر وتمارس بشكل أوسع المجرمين عم ترعوهن وعم تعطوهن اتشبوز ومقدرات لحتى يروح منهم ضمير ويروح منهم الدين وترجع وتعطوهن سلطة مطلقة دون أي رقابة ولا أي حساب ولا أي محاسبي كيف ننشتغل معكم؟ إذا يجب ان ترحل هذه السلطات وهذا الحكي رح نحكيه كمان بصودة التحالف مع تقرير مفصل عن حادثي وربطها ببقية الحوادث الأقراق وربطها بأنه نحن حاولنا نوقف بوجه هذه الظواهر ونضبط سلوك السلطات ونقولهن ما بصير السلطات تطلع خارج القانون السلطات مفروضة عليها تطبيق القانون ومو مفروضة عليها تمنع تطبيق القانون وتاكل حقوق الناس أمو حبسوهن صاروا ست سرع تشهر ثمان تشهروا وما في لا زيارة ولا شيء ولا شيء يعني ولا يعدموهن وما أحد يدرموهن ما بيعترفوهن عندهن بياخدوه ما بيعترفوهن عندهن وقاطف القتل التعذيب لديك اليوم مهندس كردي خطفوه وضاع بالمرة ضاع مهائيا مفشي وين هم؟ اهي الفصائل وين الناس وين الحواجه وين سلطة القانون كيف تحمي هاي الناس ليس بس تحمي ارزاقها وتحمي اكلها وشربها تحمي شرفها إذا نحنا معاد فينا شرف على طفلة يعني بكل قوانين العالم اللي بيعتدي على طفلة كيف من كان بيعدله خمسة عشر سنة بالحبس كيف من كان فما بالك يعني ما بالك اللي عم سير في الناس لا عاد فيه دين لا عاد فيه شرف لا عاد فيه بمير لا عاد فيه عشيري كله ديوص صار هاي النتيجة بنوصلها بسبب الاحتلال التركي ليه؟ لان التركي ما بده يعمل سلطة قانون ليش بده يسرق وينهب بيعتبرها هاي دي مستباحها الانسان السوري مستباح هو ومسوانه وبيته وماله وكله مستباح اذا احتلال غاصب متله متل الاحتلال الاسرائيلي واقشده فتكا لان هون ما حدا جبروا يحتل لو نيك حرقوا قام اجلى هون يعرفتوا اني مهاجر اجلى هون وصارت للصام هون لا هون هو راغبا كاسبا طامعا فايت يغتصب شعب ويغتصب ناس ويغتصب بنات وبيقولك شو انا ضروري ضروري لشو معلي شي سمحلي يا بتكون مسؤول يا اما بتنسحك يا بتسمح اننا نعمل سلطة قانون هذا الحكي اليوم ما عاد فيه مزحة ما يحدث اليوم اسوأ واخطر واكبر مما يحدث في غزة ما يحدث في ادلب من القصف للتهجير للتشبيح للسرقة للنهب للاغتصاب شو عم تساوي اذا نحن نطالب بوقف الاجرام في مناطق الاحتلال التركي ونطالب الجيش التركي بالانسحاب واسقاط السلطات التي اقامها واقامة سلطة القانون لانه هذه السلطة هي توصيفها العقيبة وانا بعتب كتير على العشائر العربية اللي صارت والعشائر نوار ايه نوار لا نوار احسن نوار على اقل اعتديت على عرضه اخي بترقص بتعمل كذا ما بسمح لك تعتدي عرضه هوني لا هوني بيسكت بيقول له سكتي تعمل لنا مشكلة يعني بياخدونا علاقتنا منيحة مع المندوب السامي مع الميت يعني علاقتك منيحة مع الميت يعني وتعد تعمل مناسف انت وياه بتتركه ويغتصب بناتك يعني مشكلة ما هيك المشكلة ها توصيفها السياسي وها توصيفها القانوني وهذا مبرراتها وهي خطيرة جدا ومنتشرة جدا الى درجة فضيعة عنا حوالى ميت حادثة اغتصاب بالاشهر الماضي ميت حادثة اغتصاب خمسين حادثة قطف اخفاء بالسجون حدث ولا حرج تعذيب وقتل حدث ولا حرج التضييق المادي اغتصاب املاك واقتصاب فرض خوات على الناس يعني شي فضيع شي فضيع العمسير وكله بيقلك شو سلطة الثورة اي ثورة هاي شو صاركتون من الثورة يحوينتكن يا ايها الشهداء يحوينتكن اللي متوا من شان شو شان الدفاع عن العرض والدين والشرف والمدرش والاخري كله راح كله راح على يد الخليفة الاسلامي الاول عرفتو شو حامي صغور المسلمين والمدافع عن المظلومين عرفتو قولي احتلال التركي الله يستر غزة ازاي بتفوت عليها ازاي بتفوت عليها جيوش عربي الله يسترها فوتو الاسرائيلي حسن قوعكم تستبدلوا الجيش الاسرائيلي بالجيش العربي او اسلامي اعاها خليكم على اسرائيلي احسنكم يتبعا